السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة سنوية عامة المرياضة أهلا بيكو وفيديو جديد من فيديوهات اليوم السابع لمراجعات ليلة الامتحان النهاردة إن شاء الله تالت مراجعة معنا مراجعة ليلة الامتحان في مادة الاستاتيكة إن شاء الله نقدر نلم الأفكار بتاعة المنهج في الفيديو النهاردة وتستفيدوا معنا يلا بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول بيقول لي لما يقول لي الكمبونت تاعت ال-if about y-axis يعني هو عايز من المومنت تاعت ال-y بتساوي ليها رول z-f-x-x-f-f-z طيب خلي بالك معي من الحتة دي عشان لو الكمبونت بتاعت المومنت بتاعت ال-if about x-axis باخد التانين يعني مين بعد ال-x اللي بعد ال-x ال-y وال-z يبقى y-f-z مينس z-f-y طيب لو about y يبقى z-f-x مين اللي بعد ال-y z يبقى z-f-x-f-z طيب لو about z عشان برضو ايه يعني تاخد ايه الموضوع على بعضه لو about z مين بعد z ال-x يبقى x-f-y minus y f of a z ماشي طيب يبقى الزد هنا طيب تعالا نعمل notation ترقين ال-f دي عبارة عن f-x f-y f-z ماشي كده طيب والبوينت هنا عبارة عن x-y و-a و-z تمام جدا طيب هو هنا بيقول لي z في f وفي x طيب الزد هنا بكام الزد هنا بواحد يبقى واحد طيب if of x بكام باثنين ناقص ال-x بكام بواحد طايمز if of z بكام if of z بكام بفور يبقى في الآخر two minus four equal كام negative two معايا كده ده بالنسبة للسؤال الاول السؤال التاني بيقول لي if the force if كام وكام وكام اتنين وثلاثة و negative واحد اكتف البوينت بوينت مثلا ايه واحد و negative واحد وأربع find the moment vector of the force F عايز المومنت vector بتاع الفورس F about point B عايز المومنت about A about B طيب B هو مدهاني عام الدهاني ال B بكام B اتنين و negative ثلاثة و واحد تمام then calculate the length of perpendicular عايز المومنت بتاع B وعايز اللنس بتاع الperpendوكل drawn from the point B on the line of action of force عايز كمان L طيب لو انا عايز اجيب المومنت حوالين B بيسوع برعا ايه B A cross F معايا كده طيب ليه ال B A عشان ده اسمه position vector يعني ايه position vector قالك the distance between the origin point and the point of the line of action في البوينت اللي بتأثر في خط عمل القوة يبقى B A تمام اللي هي تبقى A A minus B تمام كده طيب هروح اجيب B A اللي هي عبارة عن مين A minus ال B معايا كده طيب A minus B هتطلع كام negative 1 و 2 و 3 معايا كده ده ال B A في ال A في ال A طيب خلي بقى لك معايا هنا فيه التلاتة dimension التلاتة dimension يبقى هعملها بالA عن طريق ال determine طيب ال determine ده بيبقى عبارة عن ايه I و J و K تمام كده ال B اللي احنا جبناه اللي هو negative 1 و 2 و 3 في ال F اللي هي كام و كام و كام ال F هو هنا من الدهاني 2 و negative 2 و 3 و negative ايه 1 طيب لما اعمل ال cross دي طبعا فاكرين كنا بنعملها ازاي بنخبل J دي كده الصف بتاعها والعمود بتاعها تمام هو بنجيب ايه ال determine هيطلع في الاخر negative 11 و 5 و negative 7 ده المومنت about B اللي هي B A cross A cross F تمام كده طيب هو عايز ايه تاني هو عايز اللينس بتاع البربندوكلر طيب ايه قانون اللينس بتاع البربندوكلر normal moment على normal F تمام يبقى اللينس بتاع البربندوكلر بيساوي normal moment مين المومنت المومنت جبناها اللي هو root 11 power 2 plus 5 power 2 plus negative 7 او 7 power 2 كده كده ايه الpower لما بيكون even بنعمل neglect the negative a sign على norm F اللي هي 2 power 2 باربعة زائد negative 3 power 2 9 زائد negative 1 power 2 بواحد و ايه وانطلعها على الكالكوليتر يبقى كده جبنا المومنت about B اللي هي BA cross F وجبنا كمان lens of بيربند دوكلر هيطلع في الاخر 3 point 7 3 question number 3 بيقول لي if APCD uniform wire لو معايا wire 32 سنتي و ال AB where ال AB equal 2 BC equal 2 CD equal 16 then the distance from the center of gravity of the wire to each PC and BA is نقط طيب خلي بالك معايا لو معايا ال wire هو مدين ال AB كان هنا ال AB 16 نكتب كده الجيفن انه عندي AB 16 سنتي و BC 8 سنتي و CD بيساوي 8 سنتي تمام هنا دي 16 هتبقى 4M وهنا دي 8 2M وده 8 2M ده فرض من عندي باللنس بتاعه يعني 1 16 8 8 يعني 1 ضعف ال 2 التانية وليا ولياكم ولياكم مثلا الشكل عامل كده ده ال wire كده هنا AB C وهنا C وهنا D تمام كده طيب طيب فعلا كده نعمل الجدول بتاع center of mass أو center of gravity ادي المass ودي ال x ودي ال y ال a المass ايه هنا ال a b قولنا 16 هتبقى 0 و 16 هتبقى هنا 0 و 16 عند ال b هنا 2m وهنا كام هنا 3m 0 و 0 اللي هي origin point ونجيب هنا C 2m وهنا 8 و 0 8 على ال x و 0 على ال y هنا طبعا 8 و negative 8 في ال d 8 و negative a و negative 8 طيب تعالا نجيب بقى ال xg وال yg بطريقة سهلة جدا نعمل ايه هنعمل داف 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 د طلع سري وإيه وسري السؤال بعد كده question number 4 will you find the magnitude and the point of action of the resultant of two parallel force الفورس الأولانية 7 نيوتن والفورس التانية 12 نيوتن تمام الجيفين التانية بتاعتي act عند ال-A and B into opposite direction opposite direction ده الجيفين التاني such is that AB equal 20 تمام طيب طالما هم opposite direction تمام واحدة أكبر من التانية بيبقى ال-resultant خارج القوتين وفي اتجاه القوة الكبيرة ال-resultant خارج القوتين وفي اتجاه القوة الكبيرة يعني مثلا هنا ال-R هنا ال-12 والناحية التانية القوة ال-7 طيب هنا ال-resultant خدنا بالنا ان ال-resultant خارج القوتين وفي اتجاه القوت كبيرة معايا كده تمام طيب لما يكون opposite direction ال-2 opposite ايه direction طيب بنستخدم ايه القانون بتاع ال-R اللي هي ال-resultant بتساوي ايه ال-R ال-R بيساوي F1 ناقص F2 او F الكبيرة ناقص F الصغيرة طيب F الكبيرة كام F الكبيرة 12 تمام ناقص F الصغيرة كام F الصغيرة 7 يبقى 12 ناقص 7 بيساوي كام بيساوي 5 يبقى resultant equal 5 طيب هنقول ايه بقى هنقول القوة في الدراع بتساوي القوة في الدراع طب هو هنا مديني اصلا ال-A B يعني هو هنا هنا مثلا لو A وهنا B هو مديني اصلا ال-A B 20 يعني لديه 20 ممكن نعمل دي X مثلا تمام ونجيبي المومنت هنا مثلا عندي C قوة في الدراع بتساوي قوة في الدراع هنا ال-12 في ال-X تمام بتساوي ال-7 في ال-20 ايه في ال-20 زايد X معايا كده تمام يبقى ال-7 times ال-20 plus X اللي هي ال-A C كلها بيساوي 20 زايد X بيساوي القوة التانية اللي هي ال-12 في ال-A في ال-X طيب هنعمل distribution هنوزع السبعة مرة هنا ومرة هنا هيبقى 7 في 2 140 زايد 7X بيساوي 12X هتودي ال-7 الناحية التانية بال- هتبقى 5X تمام equal 140 هيبقى ال-X equal 140 على الخمسة طيب انا لو جبت ال-X دي اعرف اجيب ال-A C اعرف اجيب ال-A C صح كده يعني ايه دي هتديني 28 سنتي طيب ال-X جبتها ب28 سنتي يبقى ال-A C على بعضيها بقى ال-A C على بعضيها equal كام 20 زايد 28 بيساوي 48 سنتي يبقى جبنا ال-A C كلها يبقى resultant على بعد كام بقى على بعد 48 سنتي من ايه تمام دي ال-A دي resultant بتاعتي السؤال بعد كده question number 5 بيقولي A B C D rectangular lamina ال-A B 18 وال-B C 24 والweight equal 20 تمام كده acting at point of intersection of the two diagonal the lamina is subtended by ascend pin الم رفيع طيب فين ال-Sent pin ده بيقولك passing through a small hole فيه خرم صغير تمام near vertex D بجانب ايه او بالقرب من D if قبل 150 لو القبل ايه 150 find the inclination angle of D B to the vertical طيب تعال نرسم الاول اللامنا لبالك لو lamina hanging freely مش هتبقى حتى لو square او rectangle او rampus مش هتبقى بالمنظر اللي انت متخيله يعني اي اي حاجة square لو تعملت freely كده تبقى عاملة كده معايا كده مش تبقى عيدلة يعني هتبقى معوجة كده سنة عشان متعلقة من نقطة واحدة بس طيب هنرسم كده ادي ايه بي اللي هو اقالي 18 سنتي ده rectangle ودي 24 سنتي ادي الس ودي الـ diagonal اللي بتوعه دي الـ weight الـ weight هو متدهاني بـ 20 وفي قبل تاني بـ 150 تمام هنا بيقول اللي فيه بقى تمام يبقى هنا في reaction وبالقرب من دي تمام متهانجد هنا مثلا وليكن ان ودي نسميها سيتا مثلا طيب هو عايزي اول حاجة نجيبها نجيب مثلا الـ BD طيب الـ BD هنجيبها ازاي بايساجر السيرام يبقى root ما دي هتبقى 18 هتبقى دي كام 18 دي 24 هتبقى دي كام 24 صح كده لما نجيب الـ BD بقى كله وده rectangle يعني الانجل بتاعته 90 هتبقى بايساجر السيرام root 24 power 2 زائد الـ 18 power 2 تمام كده هيساوي 30 سنتي معايا كده تمام جدا طيب الـ MD equal ايه يعني MD اللي هي point of intersection of diagonal MD equal 15 سنتي طيب الـ M ايه 15 ساين سيتا يبقى الـ MD اللي هي الحتة دي بس نص الـ diagonal بدام الـ diagonal كله بـ 30 يبقى الحتة دي بكام بـ 15 صح كده والـ M N اللي هي ده الـ hypotenus sine angle الـ hypotenus sine الـ A الـ angle تمام طيب بدام اللامنة equilibrium under action of two couple the two force R with 20 form قبل صح كده الـ R دي والـ 20 دي form قبل تمام يبقى الـ algebraic measure of the moment equal كام القبل ده ايه القبل ده anti clockwise طيب خلي بقى لك معيه من الحتة دي لو الراجل قال لي equivalent قبل equivalent يعني بيسويه بالزبط حتى في بتاعته لو قال لي equilibrium القبل ده equilibrium يعني equal negative بتاعه معيه كده يبقى الـ R و الـ W اللي الـ 20 form قبل بكام بـ negative 150 صح كده تمام هنقول بقى القوة القوة في البعد العمودي equal القبل اللي هو negative 150 طيب الـ R دي بتلف حوالينها بتلف ازاي بتلف صح كده بلان بتلف يبقى negative يبقى لما نيجي نعمل كده يبقى negative R اللي هي negative العشرين في الـ M N اللي هو البعد العمودي بيساوي negative 150 اللي هو قوة في البعد العمودي تمام هتبقى قلنا الـ M N اللي هي الـ 15 صين الانجل هتبقى صين سيتا بيساوي دي طبعا ايه 15 صين سيتا هنودي دول الناحية التانية كلهم بالـ Divided تمام ايبقى صين سيتا ايكوال كام هاف ايبقى الانجل shift صين للهاف لاما بـ 30 لاما 180 ناقص 30 ايكوال جام 150 يبقى الميجر of angle of inclination BD to the vertically downward equal 30 or 150 degree السؤال اللي بعد كده question number 6 a body of weight 400 gram weight is placed على رف plane inclined في inclined plane يا جماعة لازم نرسم الرسمة بتاعة inclined plane دي standard تمام يعني دي كده standard ادي كده اهو ادي او او ان الى normal reaction على حسب بقى اتجاه الحركة تمام اه خلي بالك معامل حتة دي لو اتجاه الحركة لتحتي الif friction او الاحتكاك عكس تجاه الحركة وليس عكس تجاه الف خلي بالك من حتة دي مهمة جدا الاحتكاك عكس اتجاه الحركة وليس عكس اتجاه ايه الاف شوف direction of motion الاول طيب اعمل لفوق نفسس بقى ال four hundred four hundred cosine 30 وهنا ايه four hundred sine ايه sine 30 ادي الif friction عكس تجاه الحركة ودي الايه ودي الففتي تمام طيب بيقول ايه تانية بيقولك horizontal pi angle 30 يبقى دي الانجل دي 30 والانجل دي كام 30 عشان كده واحنا بنعمل ال واحنا بنعمل الاناليزيشن عملناها ربعمية cosine 30 وربعمية sine 30 the coefficient of static friction between مدين الميو equal روت 3 على 4 a force of magnitude 50 gram act on in direction of line greatest slope of the plane upward يعني لفوق يبقى تجاهل الفورس الفوق تمام خطة خطة اكبر مدين الميو على من الخمسين صحة كده بتجاه الحركة التحت ونحط الف وفريكشن دي بعد ما بحدد اتجاه الحركة هي عكس تجاه الحركة تمام الف وفريكشن upward اللي هي زي ما قلنا عكس تجاه الحركة أي بقى الف وفريكشن معادلات الحركة باليمين بيساوي شمال وفوق الكل تحت الف وفريكشن زائد الخمسين بيساوي ربعمية ساين سيرتي اللي هي قلنا متين طيب يبقى الف وفريكشن equal كام الف وفريكشن equal مية وخمسين حلو طب هنجيبها بطريقة تانية اللي هي الميو ان طيب الميو هم الدهوني بروض تلاتة على الاربعة طيب الان بكام الان اللي هي نوربال دي طبعا ربعمية كوزاين تلاتين اللي هي رود تلاتة على الاتنين هيطلع كام مية وخمسين يبقى كده الاف وفريكشن equal ميو ان يبقى البادي ها about to move البادي about ايه to move تمام جدا طيب عايزين نقول كده اخر فكرة بتاعت الجنرال اكوليبريم لما يكون عندي الليدر بيتزحلق لتحت او الكلام ده عندك تلات خطوات لحل الجنرال اكوليبريم اكس بزيرو واي بزيرو ومومنت ات اني بوينت ولتكن مثلا بوينت ايه equal 0 طيب اكس equal 0 اللي هي المين اللي هي الفورس يمين مينس الفورس شمال بيسوي 0 طيب واي equal 0 مين واي equal 0 الفورس فوق مينس الفورس بتاعته ده بالنسبة للجنرال اكوليبريم تمام اه طبعا لو لو مسكنا كده المنهج من من اوله لغاية اه اخره اه اول حاجة الفريكشن اللي هو شابتر 1 فيه 3 حاجات مهمين اول حاجة زي ما قلتلك حتة بتاعت الفورس بتبقى عكس تجاه الحركة ولاست عكس تجاه الف دي خلي بالك منها كويس جدا تمام النقطة التانية في الفريكشن اللي هو ريزولتانت ريكشن قانون ريزولتانت ريكشن مهم جدا وقلنا ريزولتانت ريكشن تمام هو مين ريزولتانت ريكشن هو الريزولتانت بين مين ومين لو عندي بادي كده تمام وهنا normal reaction تمام وهنا فيه وفريكشن تمام هنا r تمام كده هنا بتبقى مين بتبقى اللامبة اللي هي اللامضة اللي هي angle of friction زيوتة الاحتكاك يبقى ريزولتانت ريكشن بين مين ومين هي ريزولتانت بتوين النورمال ريكشن وال اي ف وفريكشن اللي هي root تمام N power 2 R dash power 2 بيساوي N power 2 زائد F friction power 2 طبعا بنفك الـ F friction دي الـ ميو N لـ ميو power 2 N power 2 هنا تبقى N power 2 زائد ميو power 2 N power 2 ممكن تاخد الـ N power 2 common هيبقى لي 1 زائد ميو power 2 لـ R dash أتودي الـ R bar النحية التانية بـ R dash بيساوي R N power 2 R 1 زائد ميو سكوار الحتة دي مهمة جدا عشان تفهم الـ concept بتاع الـ R dash تمام والحتة بتاع برضو اللامضة دي تمام الـ angle of A وتبقى فاهم ان في الـ rough plane الـ rough plane أصلا الـ reaction بتاع الـ rough plane تمام؟ أنا ما ببقاش عارفه طيب زي ما انت تجيب كورة كده وترميها عليكم زلط إيه اللي هيحصل؟ ما بتبقاش عارف رد الفعلة هيبقى ناحية إيه؟ صح كده؟ طيب يبقى لو عندي مثلا كده أهو وده رف تمام؟ الـ reaction بتاع الـ rough أنا مش عارف هو فين الـ reaction بتاع الـ rough أنا مش عارف هو فين فعشان كده تمام؟ بعمله analysis لأن وميو أن ستشذت إن الميو أن عكس اتجاه الحركة تمام كده؟ تمام يبقى بنشيل الإيه؟ الـ R اللي هي الـ reaction بتاع rough plane وبنعملها ميو أن في إيه؟ في إن طيب آخر حاجة بتاعت المسألة بتاعت الهنج الهنج يا جماعة بتتفصص لـ into two perpendicular component لو عندي هنج كده R1 وR2 بيبقى الـ R هي عبارة عن root R1 power 2 زائد R2 power 2 وتان phi اللي هي سيتا بتاعت الهنج الهنج اللي هي المفصلة بتاعت الباب لو أنت فتحت الباب أنت مش تعرف الباب هيوقف فاني حتة بالزبط اللي هي إيه؟ R2 على R1 ولما تجيب الـ R1 والR2 لازم تجيب الـ R الكبيرة اللي هي بتاعت الـ A الهنج نفسها يبقى ما يجي لي rough plane بعمل N وميوان ولما يجي لي هنج بعمل R و R R1 و R2 صارتش ذات الـ R1 و R2 into two perpendicular component عشان أنا برضه ببقاش عارف الـ R أو الـ reaction بتاع الهنج ده رايح لفين عشان كده بفصصه into two perpendicular A component ده بالنسبة للهنج و الـ rough دخلنا بعد كده في المومنت المومنت قلنا اكوى للقوة في الدراع لو عندي فيكتور بتبقى المرجاحة ده ده مينس ده ده ولو عندي ثلاثة دايمينشن عملناها النهاردة اللي هي بتاعت الـ determine بعد كده الـ parallel force لو الـ same direction بتبقى R equal F1 زد F2 ولو opposite direction بتبقى R خارج كوةين وفتجها كوة كبيرة وخدنا مسألة عليها النهاردة الحتة بتاعت general equilibrium X ب0 Y ب0 مومنت ب0 الحتة دي مهمة جدا الـ Y equal 0 force فوق minus force تحت equal 0 المومنت at any point equal 0 وياريت تشوف المومنت عند اللي هتطيرلك اكبر عدد من الفورس بعد كده المومنت خدنا مسألة عن القبل والمومنت بتاع القبل اخر حاجة center of gravity وخدنا مسألة عليها وبكده يعني حاولنا لم اكبر قدر من افكار المنهج كان معاكو مستر محمد البدا ومستيتشر اتمنى ان يكون الفيديو كده ملخص سريع على الافكار بتاعت المنهج وقابلكم ان شاء الله في اخر مراجعة مراجعة الكالكس تكون ان شاء الله حالته كويس في الاستاتيكة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة